أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع تكملة جديدة أخيرة إن شاء الله وتعالى في درس الضمير وموضوع أحكام نون الوقاية مع ياء المتكلم أحكام نون الوقاية مع ياء المتكلم ياء المتكلم هذه من الضمائر المتصلة ولها خاصية تختلف عن بقية الضمائر جميعها متصلة ومنفصلة هذا هذه ياء المتكلم هذه لا يكون ما قبلها إلا مكسور ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا تحتاج إلى أن يكون الحرف الذي قبلها مكسور ياء المتكلم تقول مثلا كتاب آخره ضمة ألحق بها ياء المتكلم تقول كتاب بتحولت الضمت إلى كسرة مباشرة نون الوقاية جهاز النطقي يحتاج إلى أن يكون الحرف الذي قبلها مكسور معذرة ياء المتكلم يحتاج الجهاز النطقي أن يكون نطق الإنسان بالحرف الذي قبلها مكسور ولكن هناك كلمات لا تقبل الكسر مثل مثلا أدخل يا المتكلمة على الفعل يفهم تقول يفهمي لا يصح ذلك ماذا نفعل في هذه الحالة يفهمي يفهمي ما نيجي ماذا نفعل نأتي بنون تسمى نون الوقاية كالدرع الذي يقل محارب من الإصابات ومن الرصاص فنأتي بهذه النون لتكون حماية للكلمة التي دخلت عليها ياء المتكلم فما تعريف نون الوقاية نون الوقاية هي نون تفصل بين ياء المتكلم والفعل أو غير الفعل وهي حرف لا محل لهم أعراض له وظيفة واحدة له وظيفة واحدة أن يقل كلمة من الكسر وسميت بذلك لأنها تقل فعل من الكسر سميت نون الوقاية بذلك لأنها تقل فعل من الكسر وغير الفعل من تغير آخره لأنها قد تلحق غير الأفعان أيضا حتى لا يتغير آخرها لأنما قبل ياء المتكلم يجب أن يكون مكسورا نسميها حركة المناسبة لما قبل ياء المتكلم لقبل ما قبل ياء المتكلم لنوني الوقاية حالات مع ياء المتكلم قد تكون يجب أن تقترن ياء المتكلم بنوني الوقاية حالات يجوز حالات يكثر سنأخذها تفصيلا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الحالة الأولى لنوني الوقاية مع ياء المتكلم وجوب الاقتران أن يجب أن يقترن الكلام أن تقترن ياء المتكلم بنوني الوقاية قبلها وجوبا في الكلام وذلك مع الفعل سواء كان ماضي أم مضارع أم أمر يفهمني هنا نوني الوقاية يجب أن تدخل قبل ياء المتكلم ومع فعل الأمر مثل افهمني يا بني افهمني يجب أن تدخل نوني الوقاية هنا فهمني دخلت نوني الوقاية كذلك وجوبا حال الأولى التي يجب أن تدخل نوني الوقاية قبل المتكلم إذا اتصرت ياء المتكلم بفعل وما جاء خلاف ذلك خلاف ذلك فهو ضرورة شعرية لا يقاس عليه شاذ لا يقاس عليه كقول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس فهنا ليس حذفت منها ماذا حذفت نوني الوقاية للضرورة الشعرية شاذ لا يقاس عليها حذفت نوني الوقاية شذوذا لا يقاس عليها لا يقاس عليها شاذ لأن الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم يجب أن نذكر أو أن تدخل قبله نوني لقاية الحالة الثانية إذا اتصلت ياء المتكلم بماذا باسم الفعل كقولك دراكني بمعنى أدركني دراك بمعنى أدرك اسم فعلي أمر الحالة الثالثة التي يجب وجوبا وجوبا ليس خيار لا لا يخيار لك إلا أن تنطق بنوني الوقاية قبل ياء المتكلم مع حرفين فقط من حروف الجر من وعن اجعل هذه النقطة في رأسك سنحتاجها بعد ذلك إن شاء الله حرفين فقط من حروف الجر يجب أن تدخل نون الوقاية قبل ياء المتكلم معها إذا اتصلت حرف الجر من وحرف الجر عن إذا اتصلت بها ياء المتكلم يجب أن تدخل نون الوقاية قبلها فتقول مني مني وعني مني وعني مني وعني مني وعني وما جاء خلاف ذلك فهو شاذ للضرورة الشعرية لا يقاس عليه كقول الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني ولا قيس مني كالمفروض يقول عني ومني بتشديد نون الوقاية والنون الأصلية نون من ونون عن ولكن هنا جاءها بلا تشديد لماذا للضرورة الشعرية لا يقاس عليه هنا حذفت نون الوقاية للضرورة الشعرية ضرورة شعرية حذفت نون الوقاية للضرورة الشعرية ولا إكمال بقية مواضع نون الوقاية معي المتكلم في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى